طب انا يمكن في الانترو لو متابعني كنا بنتكلم هنكيد هنكلم على مباراة مصر والاردن لان كان فيها متغيرات كتيرة على المستوى الفني على مستوى التكتيكي لكن خلينا وزي ما بقوله كمان انت بتقابل كروش من ساعة مجيه ومسك القيادة الفنية المنتخب مصر فيه جدل كبير فيه تحس ان فيه الناس ساعات مش فاهمة الدنيا بتبقى ماشي ازاي انا يمكن في الانترو في اتجاه معين ان كروش ما بيعملش جيل لكن هو الراجل بيوسع قاعدة الاختيارات بيشوف لعيبة مميزة في الدوري المصري يمكن ان هو اتفرج على ثلاثة اسابيع في الدوري المصري وبالتالي عايز يشوف لعيبة دي تحت المحك الدولي انت ايه رأيك لغاية دلوقتي في كروش كمدير فني للمنتخب المصر انا بكمل على كلام حضرتك برضو انه كروش ما يصدره للاعلام ولنا كلنا كمتابعين ومحللين ومشجعين ونقاد شئ وما يتفق عليه مع الاتحاد المصري ومهمته الفعلية هي شيء تاني يعني ممكن يقولنا ان اهم حاجة بالنسبة لنا التتويج بكاس العرب والتتويج بكاس قومة افريقية ولكن هو عارف والاتفاق مع الاتحاد المصري كورت القدم الاهم فيه هو المرش الفاصل بتاع التأهل لكاس العالم فهو ياخد كاس العرب تجربة حتى انصرح او لم يصرح وهياخد عشان الناس ما تستغربش هياخد كاس القومة الافريقية وهنلاقي فيها اختيارات غريبة جدا في التشكيل برضو وفي الاستدعاءات مع اهمية رغم اهمية البطولة دي للجمهور المصري خصوصا بعد اللي حصل في 2019 لما استضافنا بطولة على ارضنا وخرجنا خروج مخايم للامال هياخد برضو البطولة دي تجريب وهنصدم ممكن نصدم باسماء تانية هو عايز يجربها للماتش الفاصل ولكن كلام حضرتك منطقي جدا في قصة توسيئة دائرة الاختيارات وده احنا شفناه وده اللي احنا كنا بالنادي بيه من زمان يعني هو لما لعيب زي حسين فصل ده هل كان ممكن استدعاءه غير لما يجي كارلوس كيروش على سبيل المثال ما اعتقدش ان حسين فصل كاته هتبقى العين عليه في سموحة ويجي من اربع مرشات او خمس مرشات متقلق فيهم في الدوري حد هيددله الرزق ده غير مدرب اولا شايف فيه حاجة كواسة شايف العينة دي واحنا كلنا سلمنا ان العينة دي نقصة في الكرة المصرية لعيب خط النص اللي بيعرف يلعب على الجناح ويعرف يقدم اهام التمانية كويس ويقدر يدخل سترايكر في العمق والواضح كمان ان كيروش بيفضل جدا اللعيب الجواكر يبدو كده ان احنا يعني منطق الكابتن حسن شحاته في استغلال اللعيب الجوكر المسألة دي مفضلة جدا عند كارلوس كيروش كنا هنا من حوالي شهر ونص يعني في بين مطشين ليبيا او قبل مطشين ليبيا كنا تكلمنا عن ان كيروش بيستدع يعني في تجربته مع ايران استدعى اكتر من 90 لعيب طول فترة قيادته المنتخب ايران استدعى اكتر من 90 لعيب كلهم مختلفين عن بعض هو مهتم جدا بالنقطة دي يعني عندنا عمر كمان عبدالواحد يقدر يلعب في اكتر من مركز هيستدعي لان دي الاولوية بالنسبة له حتى لو كان اداءه في مركز من المراكز مش افضل الاداء ممكن يشوفه يعني على سبيل المثال كمان احنا كنا بنتكلم على ايمان اشرف ايمان اشرف معروف تماما بيجيد في السرد باك والباكشمات لكن كمان لحظة يلعب تمانية دي يلعب تمانية وكان بدأ المباراة يمكن في بعض المباراة تقدم شوية وكان شكله مش وحش وبدأ المباراة لكن خرج للاصابة فدي كمان رؤية هو عايز يشوف ايمان اشرف هو ايمان اشرف خلاص سرد باك او باكشمات لكن وارد جدا انه عايز يفكر طب لو احتاجت ايمان اشرف مرة يكون في وسط الملعب هل عنده القدرة على دوت فممكن شو وما فيش احسن انك تشوفه مباراة رسمية على مستوى كاس العرب عشان كده انتقادات الناس لاختيار ايمان اشرف في نص الملعب هي انتقادات بصراحة مش فهمة كيلوش جاي ليه او كيلوش جاي ايه الهدف عنده ممكن نختلف او نتفق في منهجية تصريحاته والطريقة اللي بيصدر بيها الصورة للإعلام او اللي هو شايف بيها منتخب مصر ممكن احنا نشوف انه لا تصريحاته مثلا عن ان التأهل مستحيل مثلا وهنجعل منه واقع ده شيء برضو كان مش محبس جدا ولكن هو راجل ده جاي الهدف هو بالنسباله شايف ان الهدف ده هو التأهل لكاس العالم هو بيجرب زي ما حدتك قلت 100% ايمان اشرف انا لو حطيت لعيب زي حسن فيصل ده هل دلوقتي عندنا اي شك ان هو قدر يلعب تحت اي ضغط جماهيري لا هو كسر الحدة دي والعيب عنده 20 او 21 سنة فهو كسر للقصة انه يستنى وياخد خبرات ويمشي مشوار طويل ويلعب في الاهلي او الزمالك او بيراميدز او يحترف مرة لا هو من بدري اوي وسع الموضوع ده لعيب زي مروان داود لما بينزل وبيجيب في اول ماتش تاني ماتش داولي ليه بيجيب هدف قدام الاردن في الاكسترا تايم في ربع نهائي كاس العرب اللعيب دا خلاص تعرض لأقصى ضغط ممكن يتعرض ليه في مسيرته يقدر بعدين يعتمد عليه لو غيرت له مكانه في الملعب وده اللي بتكلم عليه برضه عشان بعض الناس تقولك ومش معاولة هياخد اللعيب دا يلعب بها بطولة افريقيا لكن هو الهدف انه مش هياخدهم بطولة افريقيا هو هياخدهم لكن هياخدهم معه كبدائل وعارف ان البدائل دي عندها خبرة وعندها تجربة يعني بمستوى عالي جدا واتعرضوا لضغوط ولعبوا مباريات دولية بشكل كبير وبالتالي مش هينزعج جدا انه ممكن ينزلوا في وقت من الاوقات بالزبط والدليل على الكلام دا يا كابتن هاني انه مثلا احنا كنا بنقول قبل بطولة ان المصر عندها مشكلة في مركز بكريت كبروس احمد يعني هنتابع معاك وهنتكلم في النقطة دي لكن كمان عايزين نشوف ارقام او احساية مباراة مصر والاردن اللي احنا اتكلمنا يمكن الشوت الاولاني كان شوت هزيل جدا للمنطقة بالمصر لكن قدرنا طبعا في الشوت التاني نعمل شكل اكتر من رائع طبعا الاهداف 3 واحد للمنتقب المصري الفرص طبعا جات 6 فرص للمنتقب الاردني احرز هدف وجلنا 14 فرصة احرزنا 3 اهداف الاهداف المتوقعة طبعا من خلال المباراة وخاصة في الشوت التاني كان لصالح المنتقب المصري 2.6 مقابل يمكن 0.5 نسبة الاستحواة 60 الاربعين للمنتقب المصري التمريرات طبعا النسبة الصحيحة للمنتقب المصري بنسبة 82% مقابل 76 للاردن التصويبات على المرمة طبعا 10 تصويبات للمنتقب الاردني ما بينها 6 ما بين القائم والعارضة مقابل 28 تزديد هاقف عند الرقم ده ما بينها 7 ما بين القائم والعارضة خمس عرضيات للمنتقب الاردني مقابل 20 برضو عرضية للمنتقب المصري الركنيات 4 أردن 9 مصري خليني اخذك لرقمين الرقم الاولاني بتتكلم على عدد تصويبات كبيرة جدا وصل ل28 تصويب للمنتقب المصري عدد لا بأس بي عدد كويس لكن الفاكت بتاعه بينهم بس 7 ما بين القائم والعارضة مقابل منتقب الاردني كان عدد التصويبات قال ولكن كان فيه افكت كان اقدر يمكن نسبته وصلت لـ 80% ما بين القائم والعارضة